ويقوم بعمل معك معاناة الأمهات من ذوي الأصول الإسلامية بسبب وقوع الأبناء في براثن الفكر المتشدد هذا هو المحور الرئيسي لعمل مصرحي عرد داخل مقار جمعية فارت كابون في بلدية مولان بيك ببروكسين أعمل منذ 25 عاما في العمل الاجتماعي والثقافي وأتعامل مع مختلف الأجيال ومنذ هجمات باريس قررنا أن نعمل بشكل وقائي ضد التطرف ورسالتنا وقائية في هذا العرض المسرحية من نوعية ما يعرف بمسرح المنتدى الذي يتيح الفرصة لحوارد مستمر بين الممثلين والجمهور في فترة الاستراحة بين الفصول للتأكد من وضوح رسالة العرض المسرحي وفهم القضايا التي طرحت وفي مقدمتها دور الأسرة والسلطات في مواجهة المشاكل الاجتماعية من الجيد أن يحضر الجميع وأن يشارك الجميع سواء من المغاربة أو الأفارق أو غيرهم وأيضا من البلجيكيين إنه عمل مشترك عرض المسرحية تناول خطر للفكر المتشدد ويأتي في إطار العديد من الأنشطة التي خصصت لمواجهة هذا الخطر وتوجيه رسائل توعية للشباب وأولياء الأمور الجمعية تعمل مع جمعيات أخرى في حي مولد بيك على تحقيق نفس الهدف ومن جانبها تعمل السلطات المحلية على توفير الدعم المطلوب وبأشكال مختلفة على الجميع ينتبه إلى مشكلة التطرف البلدية أو على المستوى الفيدرالي سواء من الجمعيات أو المجتمعات السكانية المختلفة والمهم أن يكون هناك تنسيق وعمل مشترك ونحن ندعم هذه الجهود ونعمل لتحقيق بعض المشروعات في مجالات مختلفة لتوعية السكان مولد بيك كانت محل اهتمام الجميع في عقاب تفجيرات باريس وبروكسل نظرا لمشاركة عدد من شباب الحي بالتخطيط والتنفيذ في هذه الهجمات عبدالله مصطفى الحراء بروكسل